اشتركوا في القناة في مراجعة الحلقة الأولى تكلمت عن نقطة مهمة وهي سبب فشل الأعمال اللي تقتبس الألعاب أو على الأقل عدم نجاح الأعمال ذاك النجاح اللي يوازي نجاح الألعاب لذلك أدعوك لمشاهدة مراجعة الحلقة الأولى في حال ما شفتها ولكن بعد ما نخلص من مراجعة الحلقة الثانية والآن بتكلم كذلك عن نقطة مهمة كان ودي أني أقولها من أيامها للتنين ولعلي نسيت وهذه النقطة باختصار هي تكيف الأعمال كون عمل The Last of Us هذا العمل أو هذا العنوان مكيف أو مقتبس من لعبة وسلسل أخذوه من لعبة مثل لما أخذ فيلم من رواية أو أخذ فيلم من كتاب Adaptation هي ترجمتها تكيف فلما أكيف هذا العمل فأنا أنقله من وسط إلى وسط آخر وكل وسط عرض يمتاز بأدوات مختلفة ما تلقاها بالوسط الآخر لذلك هذا التكيف راح يصاحبه بطبيعة الحال بعض التغييرات البسيطة هذه التغييرات بسبب اختلاف وسط العرض لما ألعب لعبة غير لما أقرأ رواية غير لما أشوف فيلم وكلها لنفس القصة وأنا هنا ترى ما أضرب مثال على The Last of Us لأنه مش رواية ولكن لك أن تتخيل يعني رواية لعبة ومسلسل أو فيلم كل واحد راح يختلف عن الآخر فالنقات خلال السنوات الماضية قدموا دراسات مهمة دراسات علمية أكاديمية مهمة حول تكيف الروايات لأفلام ومسلسلات وكل هذه الدراسات وصلت لنقطة مهمة أنه لا تنتظر تشوف نفس المادة الأصلية بحذافيرها لابد من وجود تغييرات بسيطة وعشان ما تقع بالخطأ مع مسلسل The Last of Us ساعات الجيم بلاي ليست ساعات عرض المسلسل جيم بلاي أنت لعب بالشخصية ممكن تاخذ القصة لساعات أطول ممكن تختصرها بسرعة ولكن القصة بالمسلسل راح تكون أكبر مما طننت عزيز المشاهد وهذا الأمر راح يأخذنا لمحتوى الحلقة الثانية من المسلسل The Last of Us بس قبل لأكمل لا تنسى اللايك وتشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك وتفعل جرس تنبيهات وتكتب تقييمك للحلقة تحت في خانة التعليقات بالنسبة لي أشوف أن الحلقة بدأت بشكل رائع ومهيب ورهيب ومخيف بشكل غير من نظرتنا تجاه القصة وأخذها لمكان أكبر بكثير مما ظننا حلقة شاملة من ناحية المحتوى وصادمة من ناحية التنفيذ هذه الحلقة حبيتها بكل تفاصيلها ولعل الـ Cold Opening أو الافتتاحية لهذه الحلقة هو أكثر بارت حبيته من الحلقة الثانية في مراجعة الحلقة الأولى تمنيت أنه بداية كل حلقة نشوف Cold Opening Cold Opening 15 دكائق ننظر فيها لماضي هذه القصة أو اللي جوانب ما شفناها في اللعبة وفعلا هذا الأمر اللي صار بالحلقة الثانية تذكرون في المشهد الأول بعد الافتتاحية لما جول كان يفطر مع سارو تومي كان الراديو يتكلم عن شيء قاعد يصير في جاكرتان هذا كان المؤشر الأول على مكان أو أصل بدء المشاكل أو بدء العدوى الفطرية وهذا هو المكان اللي راح نبدأ فيها الحلقة الثانية الأحداث في الحلقة الثانية تصير بتاريخ 24 سبتمبر بينما الأحداث في الحلقة الأولى تصير بتاريخ 26 سبتمبر كيف عرفت؟ أرجع للمشهد اللي جول وإيلي أركبه السيارة ورح يطلع على الشاشة أنه الأحداث هذه قاعدة تصير بتاريخ 26 سبتمبر ولكن لاحظ معاي أنه الفرق يومين فقط من لحظة اكتشاف الوباء في جاكرتا إلى لحظة اجتياح هذا الوباء للعالم ووصوله للولايات المتحدة الأمريكية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب 48 ساعة فقط مع الأخذ بهالي اعتبار آخر جائحة عشناها كلنا اللي هي جائحة كورونا جائحة كورونا أنا شخصية كنت أتذكر أني أقرأ أخبار حول انتشار مرض أو فيروس في الصين بشهر ديسمبر 2019 وما وصلنا للتأثير إلا يمكن في شهر ثلاثة أو شهر 24-20 أربع شهور عشان هذا الفيروس يجتاح العالم أربع شهور مقابل يومين عشان هذه الفطريات تجتاح العالم بالكامل فشايف الفرق شايف أنه هذه مصيبة حقيقية ما راح تتخيلها أبدا والفطريات مثل ما تعلمنا بالحلقة الأولى ما تقتل الإنسان وإنما تسيطر على الإنسان وتستخدمه كوسط ناقل الفطريات تتحكم بالإنسان من ناحية قراراته وتنتشر بسرعة مهولة مثل ما شفنا فلما أخذوا العالمة للمختبر شافت النوع المحدد هذا من الفطريات اللي توقع اسمه الكورديسيبس شيء زي كذا هو نفس النوع اللي تنبأ فيها العالم بالحلقة الأولى العالم بالحلقة الأولى ذكر ثلاث أنواع قد تسيطر بيوم الأيام ومن بينها هذا النوع وسبب تطور الفطريات العالم لما تكلم في بداية الحلقة الأولى أنه ممكن العالم بشكل عام يصبح أكثر سخونة أكثر حرارة لذلك الفطريات راح تطور من نفسها عشان تبقى على قيد الحياة نعم الفطريات هذه تعيش بحرارة أقل من 34 درجة مئوية وحرارة أو جسم الإنسان حرارته تقريبا 37 درجة مئوية بالوضع الطبيعي فممكن لو زادت حرارة العالم راح تطور من نفسها الأمر اللي ممكن يصل فيها أنها تعيش ل37 أو 38 درجة مئوية الأمر اللي خليها تعيش بجسد الإنسان من الحوار اللي دار ما بين العالمة بعد ما شافت الجسد جسد الإمرأة وما بين الرجل العسكري عرفنا أنه الحالة هذه على وجه الخصوص وبداية الحالات كانت بمصنع دقيق وحبوب وهذا الأمر بحد ذاته مرعب بشدة لسببين راح أذكرهم لك الآن السبب الأول المكان اللي هو جاكرتا بشكل عام جاكرتا تعتبر من أكثر المدن اكتظاظا بالسكان عدد سكان جاكرتا 10 مليون نسمة فعدوى مثل هذه راح تنتشر بسرعة البرق بين البشر أما النقطة الثانية نقطة مهمة جدا وفيها تنبؤات وفيها ربط لبعض المعلومات في اللعبة ما كان عندنا اطلاع كبير عن كيفية انتشار العدوى وكيف بدأت هذا العدوى بين البشر ولكن في بداية اللعبة أول مشهد لما سارة كانت تتمشى في البيت سارة مسكت جريدة هذه الجريدة كان فيها خبر مهم وانا بترك لك تحت رابط الفاندم اللي فيه هذا الكلام تحديدا يعني الكلام اللي كان مكتوب بالجريدة ان ما كان واضح بهذا الصورة كان مكتوب انه الاف دي اي او هيئة الغذاء والدواء الامريكية تحقق في محاصيل يحتمل انها تكون ملوثة وهذه المحاصيل موجودة في انحاء البلاد وحتى وصلت الى المكسيك وفعلا قامت عدد من الشركات بسحب منتجاتها من الارفوف فحنا نتكلم الان عن وباء انتشر من خلال الاكل اتذكر كلام العالمة لما قالت انه او لما قال لها العسكري انه الحالة الاولى اكتشفت في مصنع دقيق وحبوب فقد يكون هذا المصنع خلال الايام الماضية قدر انه يشحن منتجاته في كل مكان بالعالم هذه المنتجات الملوثة بهذا النوع من الفطريات فقد يكون الغذاء وتحديدا الكربوهيدرات هي مصدر الوباء او واحد من المصادر الاساسية اللي نقلت الوباء في العالم بشكل عام وهذا الامر فعلا يفسر لنا ليش انتشر الوباء بسرعة يعني خلال يومين في جاكرتا ممكن حجر صحي وخلاص الناس تجلس في جاكرتا ولكن يومين فقط 48 ساعة من جاكرتا لكل العالم امر مو طبيعي ففعلا قد يكون الغذاء اللي ارسل لدول كثير او مناطق كثير بالعالم ارسل من جاكرتا تحديدا كان ملوث بهذا الفطريات فعلى سبيل المثال لو نرجع للحلقة الاولى راح نجد انه عائلة ادلر كانوا مهوسين بالمخبوزات كانوا يوكلون جدتهم خبز الصبح يحشونها من ذا الخبز على الصبحية درجة انه الاب قال يا عجول اقلط معنا هذا خبز ومدري ايش قال لا ما عليش انا مسوي اتكنز اتكنز نوع من النواع الحمية او الدايت اللي يعتمد او لا يعتمد على الكربوهيدرات بمعنى انه يأكل نسبة قليلة جدا من الكربوهيدرات انا ما ادري صراحة انا ما اني بخبير بانواع الدايت ولكن اعرف انه في شي اسمه كيتو دايت بعد كذلك الكيتو يعتمد على البروتين والدهون بشكل عام ولكن الاتكنز يقطع الكربوهيدرات اه هي نفسها والله بس ما ادري صراحة وش الفرق ولكن شفنا على الاقل في بداية الحلقة انه جول يمشي على الاتكنز هل فعلا يمشي على الاتكنز او انه يصرف جيرانه والله ما ادري ولكن على الاقل ما اكل كيكة البروت داي ولا اكل بانك كيك وما شفنا كذلك يأكل خبز وامتنع عن اكل المخبوزات من جيرانهم جيرانهم اللي كان واضح انهم مهوسين بالكوكيز قد يكون سبب العدوى اللي انتقلت لجدتهم هي المخبوزات اللي كانوا يكلونها ولكن خلوني ارجع لنقطة اساسية اللي هي نقطة الحرارة حرارة العالم وليش اختاروا 2003 لو نرجع للجريدة رح نجد انه الجريدة اصدرت بسنة 2013 بمعنى انه اللعبة تبدأ احداثها في سنة 2013 ولكن المسلسل تبدأ احداثه في سنة 2003 ليش تم اختيار سنة 2003 على وجه التحديد لو تروح الان لجوجل وتكتب كارثة سنة 2003 او كارثة 2003 كل المواقع رح تشير لكارثة واحدة وهي موجة حر اجتاحة العالم بشكل كامل لدرجة انه مات بسببها في اوروبا فقط اكثر من 72 الف نسمة فاختيارهم لهذيك السنة مع الاخذ بالاعتبار انه الفطريات قد تتطور في حال انه ارتفعت درجات الحرارة بالعالم يجعل الامر منطقي اكثر ارتفعت درجات الحرارة في العالم في سنة 2003 الفطريات تطورت في هذيك السنة انتقلت للبشر من خلال الحبوب سواء في جاكرتة على وجه التحديد او في العالم شكل عام ومن انسان الى انسان بعد ذلك العشر دقائق الاولى من الحلقة بالنسبة لي كانت حابسة الانفاس طلاحا لحظات مهمة بالقصة وتقديم رهيب للحقائق بشكل عام والربط اللي صار ما بين اللعبة وما بين الحقائق اللي طرحت بالمسلسل كان ربط حلو صراحا بالنسبة لي قدروا انهم يوصلون لمشاعر الخوف والرهبة الموسيقى التصويرية كانت رهيبة استخدامهم لبعض المشاهد مع العالمة كان رهيب وحتى لما العالمة اخذت الفطريات من فم الامرأة كان شيء مقزس ولما خافت لما قالوا لها انه في 14 انسان بالمصنع وقعدت ترجف زي كذا وقالت الحل الوحيد انكم تفجرون المدينة وبليز خذني لهليع بيشرب كوب شاي هناك معناته انه سلمت نفسها لالامر الواقع الكل ميت بهذا المدينة ما فيه فاكسين ما فيه علاج ما فيه دواء ما فيه حل فجر المدينة قبل ليكون الموضوع اكبر بكثير من مجموعة بشر وصيبوا بفطريات داخل مصنع فالجميل في هذه الدقائق انهم اعطوني معلومات اعطوني حقائق لانتشار هذه العدوى نعم باقي اشياء ناكسة هنا وهناك ولكن بالمجمل الصورة واضحة بالنسبة لي والاقرب للصحة او للصواب بالنسبة لي انه الوباء انتشر من خلال الاكل من خلال الغذاء ان كانت الحلقة الاولى تمهيد رائع نفس ما ذكرت في الحلقة الثانية مثال رائع على كتابة الاحداث بطريقة تخليني على اعصابي طول الحلقة واخاف على الشخصيات وكأني ما اعرف القصة خلال هذه الحلقة ارتبطت وبشدة برحلة الثلاثي جول والتيس والي ارتبطت وكأني ما شاهدت هذه القصة من قبل وحبيت كل التفاصيل الصراحة الجديدة اللي اضيفت على رحلتهم وعجبني كيف انه العمل قاعد ياخذ القصة لمستوى اخر من خلال تغييرات بسيطة فراح يكون من غير المنطقي لاستكمال المسيرة بشكل طبيعي بعد معروفه انه ايلي معظوضة ايلي مصابة ولكن الاعراض الى الان لم تظهر على ايلي وهذا الامر يقودنا لسؤال مهم سؤال صراحة مصيري بالنسبة لي هل ايلي تملك طفرة جينية تخليها تقاوم هذه الفطريات ام انه الفطريات اصلا موجودة بجسد ايلي نفس ما شفنا ولكن ما تفعلت الى الان او فيه خلل بهذه الفطريات اللي تخلت بجسد ايلي وكانه يعني شي موجود في جسمك ويحتاج تفعيل لا اكثر هل انه هذا الامر اللي قاعد يصير مع ايلي الان ولكن يبقى هذا الامر معجزة انه شخص معظوض مع ذلك ما تحول مو يوم ولا يومين لا اسابيع لدرجة انه الجرح التأم ضحكني صراحة انه جول وتس ما ناموا هذه الليلة قاعدوا يراقبون ايلي بل انهم ما امنوا ابدا انه ايلي طبيعية لا قاعدين يتحاملون مع ايلي على انها مصابة ورح تتحول بأي لحظة ولق فيكم صراحة حبيت بيلا رامزي بدور ايلي بهذه الحلقة تمتلك قدر عالي من السخرية رهيبة جدا وضحكتني اكثر من مرة من الامور اللي عرفناها في الحلقة الماضية والحلقة الاولى بوستر يوضح سرعة تحول الشخص المصاب وعلى الجنب الاعراض اللي رح تظهر على الشخص المصاب وهي اربع اعراض الكحة او السعال والكلام العشوائي والتشنجات العضلية واخيرا تغير المزاج اربع اعراض اساسية لذلك جول لما كانت يديو ترجف تيس لاحظت هذا الامر وخافت انه يكون انتقلت للعدوى لذلك هو على طول برر انه قد يكون كسر او شعر باليد ولكن ركز على هذه العلامات لانه ممكن نرجع لها مستقبلا النظرة الاولى على العالم الخارجي صراحة نظرة مهيبة ومخيفة كل التفاصيل كانت مصنوعة بشكل دقيق جدا نظرة شاملة على المكان تخليك تعرف حجم المصيبة والكارثة اللي حلت على البشر وفعلا ظهر انهم استخدموا بعض القنابل عشان يسيطرون على الوضع قد ما يقدرون لذلك في كيو زي هنا او منطقة حجر في هذه المدينة اللي هم عايشين فيها الان فممكن يكون في مناطق حجر في اكثر من مكان بالعالم ما ندري ممكن نكتشف هذا الامر لاحقا بمرور الحلقات ولكن الشي اللي خلاني اوقف صراحة وخلاني استغرب انهم كيف اصنعوا هذه البيئة الكبيرة وصوروا مشاهد بسيطة جدا بعض المشاهد ما تتجاوز ثواني وهذا الامر يخليني مرتاح انه اتش بي او هي اللي اخذت حقوق دلاستوفوس لانها رح تصنع لي هذه البيئات الضخمة فعشرين دقيقة مرت من بعد الافتتاح كانت استعراض مميز للبيئات حتى لو كانت الهوية العامة واحدة ولكن تجد انه فيه تنوع ما بين بيئات داخلية وبيئات خارجية واقتباس لافكار كثيرة مرت علينا باللعبة وتنفيذها بشكل يتناسب مع الشاشة ولاحقا تيس قالت كلام مهم عن العدو الفطرية والكوردسيبس على وجه التحديد لما كانوا بالبلكونو يشوفون البشر المتحولين قدامهم هذا كلام خلاني ابحث عن دراسات علمية للتحقق من الموضوع هل هذا الموضوع هبت ولا فيه اسس علمية لانه تس تقول انه ممكن لو دست على مكان فيه فطريات ممكن ترسل اشارة على بعد امتار طويلة وعلى بعد ميل على ما اعتقدت ويجونك المتحولين يركضون ولما بحثت عن الموضوع قسوة عزيز المشاهد طلع فعلا حقيقيا ومش الفطريات بانما الفطر او الماشروم الماشروم انا ليس بتخصص في الاحيان لما بحثت كثير وجدت انه فنونجي او فطر من مملكة الفطريات toi مش من المملكة النباتات ولا من مملكة الحيوانات هو من مملكة الفطريات نعم يختلف عن الفطريات الأخرى ولكن هو فطر مدري صراحا الكثير من قد حد تكفون given things يعني تحت كيف نصف الماشروم هو فونجى فطري او فطريات ولكن وش فرق الماشروم على الفطريات اللي موجودة بشكل عام عموما هذه الدراسة يعني أجريت على الماشروم تحديدا وتقول هذه الدراسة أنه الماشروم يتواصل مع أقارب اللي موجودين حوله وخمسين إشارة تخيل يعني عندهم خمسين علامة كذا وبهذا الجزء من القصة في اختلاف كبير صراحة ما بين اللعبة وما بين المسلسل نعم النتيجة هي نفسها واحدة ولكن في اختلاف بالطريقة يمكن اتجهوا لهذا الطريق أو لهذه الوسيلة بسبب الميزانية لأنه اللعبة كان موضوعها مختلف وموضوعها أضخم وأكبر وما تخيل كيف ممكن يجسدون اللي صار باللعبة بالمسلسل ولكن حدث الكليكر نفسه كان مختلف وبالمناسبة الكليكر هم مصابين ولكن من نوع يعيش لفترات أطول الفطريات عبت وجه هذا الإنسان المسكين لدرجة أنه صار ما يشوف فقط يسمع وتقديم الكليكر كان مرعب أنا خفت والله العظيم مهيب الفكرة هنا مهيبة أنه أوكي في أشياء تشبه الزومبي اللي هم المصابين بالعدوى ولكن فيه لفل أعلى اللي هم الكليكر يمكن البعض يقول يا أخي جولة اللي باللعبة كان أقوى لا يا حبيب جولة اللي باللعبة ما كان أقوى أنت اللي كنت أقوى أنت اللي كنت فلتا كان معاك إيم السست أنت اللي تخطط أنت اللي تمشي أنت اللي ممكن تهرب مع أنه الكليكر كانوا أقوى باللعبة ولكن إذا بتختبر مهاراتك حط أعلى مستوى صعوبة توقع كان اسمه سيرفايفل من زمان ما لعبت اللعبة ولكن حط السيرفايفل ونشوف هل جول كان قوي ولا لا فشاهد من كلامي جول اللي باللعبة إنساه بكل مهاراته هذا أنت هذا لعبك هذا فنك يا فنان مش جول نفسه مشهد الكليكر من المشاهد المخيفة وصناعة هذا المشهد تمت بجودة وبراعة عالية تفاصيل كثيرة كانت موجودة بهذا المكان طريقة الإخراج والترقب اللي حطوني فيه وقلوني أخاف على الشخصيات مع أني عارف ما حد رح يصير فيه شيء أو على الأقل عارف أنه تست رح تنعظ مع ذلك صناعة المشهد كانت تحفة رائعة أما اللي صار بالمشهد الختامي يختلف شوي عن اللي صار باللعبة في اللعبة وصلوا لنفس المكان ولكن اللي صار بالمسلسل أنهم وصلوا لنفس المكان ولقوا أنه صارت مشكلة اللي هي أنه فيه شخص أصيب بعدوى لذلك كل اللي موجودين من الفايرفلايز ماتوا ما بقى إلا واحد مصاب بعدوى العجيب أنه أداء الممثلين يتطابق وبشدة ما بين نسخة اللعبة ونسخة المسلسل حتى زوايا الإخراج كانت متطابقة أو متشابهة من لحظة خروجهم من المتحف لين موصلوا لهذا المكان وهذه إشارة من المخرجين أنه حنا واعين مش قاعدين نسوي عارفين مش قاعدين نسوي راح نقدم لكم محتوى أصيل وراح نقدم لكم محتوى وفي للمادة الأصلية اللي هي اللعبة كيف عرفوا أنه تيس مصابة قد تكون من التشنجات لأنه شفنا في أحد المشاهد أنه تيس جاه تشنجات في إيدها لذلك إيلي عرفت أنه تيس مصابة ومتى أصيبت تيس غالباً أصيبت من الكليكر في المتحف ولكن الشاهد والمغاير تماماً عن اللعبة لما جول القتل المصاب المصاب أرسل عدوى أو الفطريات أرسلت عدوى للمصابين الآخرين وهذا الشي عمر ما كان موجود باللعبة اللعبة تلقد ما تقدر ما حد رح يجيك لذلك الموضوع رح يكون مختلف في المسلسل ومرعب أكثر في المسلسل هذا النوع من التواصل اللي يصير ما بين الفطريات رح يغير من شكل القصة ويغير من تعاطينا مع المصابين بالفطريات مساكين الرحمون بالمسلسل واللعبة تيس ماتت مثل ما قلت بالمسلسل موتها له قيمة أكبر من اللعبة لأنه باللعبة ما قضينا وقت طويل صراحة مع لحظات تيس الأخيرة باللعبة ما جاء المتحولين جت فيدرا لسبب ما إذا لعبت اللعبة رح تعرف هذا السبب ولكن بالمسلسل الأمر كان مختلف مشاعر أكثر وقيمة أكثر لموت تيس باستثناء المشهد الأخير لتيس صراحة واللحظات الأخيرة لتيس اللي ما أدري يعني ما أدري والله واش أقول يعني هل كانت مقصودة؟ وليش كانت مقصودة؟ يعني هل حياة المتحولين مهمة؟ وعشان تنوع عرقي مثلا ما نفهم صراحة أو ما أعرف يعني ما أقدر أقول أجندة ومدري إذا كانت مقصودة أو لا يعني ممكن نشوف بالحلقات الجاية هذا النوع من انتشار الطفيليات يعني مدري مو بمفهوم بالحلقات الجاية ممكن نفهم هذا المشهد وسأتمنى صراحة أنه ما يكررون هذا الشيء صراحة غريب غريب كيف المخرج فكر بهذا المشهد يعني أنا كان ودي أعرف كيف فكر فيه وهل قال أوه عندي فكرة رهيبة بيش رايك ونخليه؟ ونيل دريكمان قال أوه يا مجنون يا جنونك كيف فكرت فيها كيف جبتها هذه تدري نسويها أتخيل غرفة الكتابة كيف كانت كيف لحظة الجنون يعني لما قرروا يسون هذا الشيء بس ما علينا ما علينا ممكن ما يتكرر صراحة ما أدري أو ممكن لها هداف صراحة ما أدري صراحة بالمجمل الحلقة كانت رهيبة فيها كل شيء أحتاجه صراحة من مسلسل أحداث رهيبة حقائق معلومات ماضي القصة وتفاصيل كثير عن الشخصيات الربط حبيته بشدة الرحلة رحلة الشخصيات ارتبطت فيها وبقوة حلقة مليانة أحداث وحلقة اللي لعب اللعبة واللي ما لعبها رح يحبها صراحة لذلك تقييمي لهذه الحلقة عشرة من عشرة أنا عارف أنه فيه تفاصيل كثير للأشخاص اللي لعبوا اللعبة تفاصيل كده من تثرة هنا وهناك ومقارنات ما بين أحداث الحلقة وأحداث اللعبة وهذا الشيء أنا ما ودي صراحة أني أخوض فيها الآن لذلك أنا ودي تشاركني رأيك بهذه الحلقة هل تتفق مع كلامي اللي قلتوا في بداية المراجعة عن سبب انتشار العدوى أنها انتشرت من خلال الأكل كذلك ودي تشاركني تقييمك للحلقة تحت في خانة التعليقات كم من عشرة لايك في حال أعجبك هذا المقطع واشترك بالقناة وماكن تشترك في الجرس تنبيهات وضروري تشوف مراجعة الحلقة الأولى وتابعني بمنصات تواصل الاجتماعي تويتر سناب وإستجرام وتشوف تكتب كم معكم راكان أشوفكم الحلقة الجاية أو المقطع الجاي سلام